سرقات عقارات الدولة في العراق واحدة من أبرز الملفات التي تمثل الفساد العميق والسغلال المال العام من أجل المصالح الضيقة لدى الكتل السياسية وأحزاب السلطة التي عملت على منع فتح هذا الملف والتحقيق فيه خشية الكشف عن تورطها وخسارتها لمكاسبها جهات مختصة أكدت أن التوجه نحو فتح ملف سرقة عقارات الدولة داخل البرلمان طريق صعب وشاق وقد يواجه بهجمة أعلامية من قبل الأحزاب المتنفعة التي نقلت ملكيات العديد من العقارات إلى شخصية معروفة عن طريق ما يسمى بقانون بيع وإيجار أموال الدولة نواب أكد أن لجنة نزاهم وزعة على الأحزاب والكتل السياسية ضمن نهج التخادم وهو ما يشكل عائقا أمام فتح ملف السلع على العقارات أو تمرير قانون استرداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى خارج العراق النواب بيانوا أن البرلمان مكبل بإرادات سياسية وبأن فتح هكذا ملفات قد يؤدي إلى تصادم بين أحزاب سبق واتفقت على تقاسم الغنائم بعيدا عن الخضوع لقوانين من أين لك هذا والمعطل أساسا منذ سنوات خبراء قدروا قيمة العقارات والممتلكات التابعة للدولة التي تم السلاء عليها من قبل القوى السياسية بأكثر من عشرين مليار دولار تشمل مباني ومواقع مختلفة وبواقع مئة وثلاثة وسبعين ألف عقار مراكز حقوقية أكدت بدورها أن معظم العراقيين يشككون في قدرة هيئة النزاة والمؤسسات الخضائية في استرجاع عقارات الدولة من قفضة الأحزاب والقوى السياسية لكون المال والسلاح باتا هما الفصل في أي نزاع اشتركوا في القناة